أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر الدور المحوري والهام للإعلام في مجتمعاتنا العربية لما يقوم به من تشكيل للوعي الحقيقي للشعوب وما تواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات لا سيما في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة وخلال اختتام فعليات اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثانية والخمسين والذي تستضيفه مصر أكد الكاتب الصحفي كرم جبر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدعيم أواصر التعاون والتواصل ما بين الدول مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعد القضية العربية الأولى وأن مصر كانت وستظل داعما وسندا لقضايا أمتها العربية تناقشنا حوالين كل الأضايا من ضمن الأشياء تم الموافقة بناء على رغبة دولة فلسطين على تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى مجموعة عمل مفتوحة يعني ينضم إليها من يشاء من الدول يكون عمل هذه المجموعة إعداد استراتيجية بشأن التعامل مع تطورات الوضع في القدس يمكن نتكلم كان فيه مناقشات طويلة حوالين هذه النقطة وتم الاتفاق على أنها تبقى وسيقة أو مدونة سلوك تتضمن إبراز الجانب التاريخي والقانوني للقدس وتبقى بتركز على مخاطبة الرأي العام العالمي لأننا كلنا كعرب وكمسلمين وكمسيحيين متعاطفين مع قضية القدس ولكن احنا محتاجين مخاطب العالم بلغة أخرى ولنبه بخطورة الأوضاع في ظل الانتكهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واستفزازها لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين